قضية هامة بتدور حولها أسئلة كثيرة جداً في ذهن الناس هي فكرة القدرية بمعنى هل الإنسان حر وبيحدد مصيره ولا مكتب له من قبل أن يولد هل الإنسان بيختار لنفسه ما يريد ولا تم هذا الاختيار سابقاً وأنا مجرد بنفذ تعليمات لم أمليها على نفسي أسئلة كثيرة بتدور حول قضية دي الإنسان مخير ولا مصير الزواج اسمه ونصيب ولا اختيار إنساني هل كله مقدر ومكتوب واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين ولا إيه أنا يعني عايز أكون صريح جداً ما أعلنه الله لنا في الكتاب المقدس ما علمته لنا كلمة الله بتقول غير كده الإنسان مصير في حاجات لم يختار يوم مولده ما اختارش تقطيع وشه ما اختارش الجينات التي يحملها في كل خلاياه ما اختارش أبوه ما اختارش أمه ما اختارش المكان اللي ولد فيه حاجات كتير ما اختارهاش لكن كل الأشياء دي ما نسميها أمور طبيعية physical أمور تتعلق بالوجود الطبيعي الغير أخلاقي اللي مالوش دعوة لا بتصرفاتي ولا بقيمي ولا بمبادئي ولا باختياري أو عدم اختياري أني أعيش مع ربنا أو أرفضه أني أؤمن بيه أو أكفر بيه أني أحب أخويه أو أكرهه إذن أنا مصير في حاجات ما اخترتهاش لكن دي مش دي اللي بتؤثر في حريتي الأدبية الأخلاقية اللي بنعنا عنها بيتحدد مصيري الأبدي كإنسان خلي بالك من الحقيقة البسيطة ديت في إيمان المسيحي الله خلق الإنسان كائن حر وهذا ما يميز الإنسان عن الحيوانات الحيوانات بتعيش بالغريزة عندها عواطف زينا عندها عقل أقل مننا لكن العقل البشري في ذكاء وإبداع وقدرته على الخالق أعطيها ميزة تانية أن يختار بين الخير والشر ودي حرية الإرادة مش بختار أبويا ده مش خير وشر لكن بختار أحب أو أكره بختار أضحي أو أكون أناني وغيري هو اللي يضحي من أجلي بختار ربنا أن يعيش معاه وحبه أو بختار أن أترك طرقه وديله ظهري وأرفضه من حياتي والاختيارات الأدبية والاختيارات الروحية هي اللي بتحدد ساعتي وأبديتي مش الواقع المادي اللي أنا بعيش فيه اللي بيسعد الإنسان مش اللي بيكله اللي بيسعد الإنسان اللي بيخرج من الإنسان وحشرح ده في مرة قادمة أماماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا